اشتركوا في القناة 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 ويصب وما كانين حاضرين ولكن كيمشيوا دوك أنا ندعيهم أنهم يبقوا معنا ويفهموا الدروس ويبقوا وعلى وديهم راح باش هندخلوا القرية راح كان همتحنوا على الدك الدروس ويعني إحنا مش في عطلة استثنائية آه إحنا مش في عطلة استثنائية إحنا في ظروف خاصة بنمر بيها وندعي ربنا أنه يرفع علينا هذا الوباء وطبعا بنوجه التحية آخر مرة وآخر للناس كلها اللي بتشوفني يا رب يبرك لكم في ولادكم يا رب يبرك لكم في حياتكم ويبرك لنا في مغربنا كلنا إن شاء الله الالتزام هو الحل الالتزام بالحجر الصحي هو الحل ما عندناش حلول تانية غير كده الحكومة عملت اللي عليها شايفين مجهودهم اللي موجود في الشارع في كل مكان شايفين وامتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي ياريت الناس تعمل حسابهم إن أي واحد بيخدم علينا في الزنقة أو في الشارع أو مجهوده ده كله ده بيعملوا لواجه الله عشان خطر الوطن والوطن بتاعهم وبتاعنا وبتاع كل شخص بيعيش فيه وأنا كموقيم بوجه رسالة تانية وبأكد على الناس الحل إن شاء الله بالالتزام بالبيت الالتزام في البيت الالتزام في البيت ابقى في دارك وكرم نجارك لو ما عندوش لازم أن تكرم دارك لو ما عندوش لازم أن الناس تميل على ظروف الناس اللي عندها اللي ما عندهاش وتساعدها في الظروف ديت ده واجب علينا لأن الأزمة بتمر على المغرب كامل والمغرب كامل هو أنا وأنت وابنتي وزوجاتي وأختي وجيراني لابد لابد إن إحنا نكرم جراننا وإن شاء الله شهر رمضان شهر القرم شهر الإحسان والمغرب أهل القرم وأنتم عارفين كلكم يا رب يبارك فيكم آخر رسالة بقولها ابقى في دارك وكرم جارك أنا كأقدم الشكر لصاحب الجلالة الأوطار الطيبية الحكومة أسميتهم الأجاند البوليس البوليس العمال نظافتهما والأساسي ده بزيف كان شكرهم والمواطنين كلهم يلتزموا بالحجر الصحي وبقوف دورهم وكان يقول يا رب يرفع لنا هذا الواباء أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قد تكون رسالة ربانية وإن شاء الله نتعلم منها ونستوعب منها ونحس بالنعم كلنا اللي كنا فيها النعم ما هيش فلوس بس ولا هي دخل فقط النعم حاجات كتيرة جدا 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 ربنا عطاه لنا الأمان الذي أطعمهم من جوع وآمانهم من خوف كلنا عايشين في خوف ربنا يرفع علينا إن شاء الله بالدعاء وبالقراية وبالعمل لأن العلماء والأطباء بالقراية هم اللي رفعوا علينا وبيساعدونا إن إحنا إن شاء الله يشافوا هدو للناس المرضى وبندعي مع كل مريض إن ربنا يشافيه وكل إنسان توفاه الله بندعي له إن ربنا يرحمه ويوسع قبره إن شاء الله وبندعي لكل واحد خدمنا وإحنا قاعدين في بيوتنا ربنا يبارك لك في عيالك وفي مالك وفي حياتك وربنا يكفيكم شر المستخبي زي ما بنقول في مصر المستخبي هو الحاجة اللي إحنا مش قادرين نشوفها بحال الفيروس فربنا يكفيكم شر المستخبي ويبارك لكم في ولادكم على المجهود اللي إنت عملتوا معانا وإحنا اتصلنا علشان نوصل رسالتنا ديت للناس ونقول لهم شكرا مع إن كلمة شكر الله تستحق المفروض نقدم لهم حاجة أكبر إن شاء الله إن شاء الله لما الأزمة دي تعدي أنا واحد من الناس لازمة نقدم للناس ديت شكر يا لك بيهم ألف ألف مليون شكر ألف ألف مليون شكر ومزير مع أولاده ومجلسهم في الدار وبقول لهم تاني الجلاس في الدار الجلاس في الدار الجلاس في الدار ربنا يبارك في الجميع وشكرا يا فن نقول نقول أن كل يبقى في داره إذا كان في دارنا يمكننا نفوتوا هاد الأزمة اللي إحنا فيها يمكن له إحنا يكون هاده الكابوس وقيله إن كل يكون كابوس ويمكن ننفوتوا للمرحلة وبرضو ندعو الناس إن هي تشاركنا على إيه؟ على هاشتاج أبطالونا المغاربة يبقى هاشتاج أبطالونا المغاربة هو اللي هنوصل فيه الرسالة لكل واحد صهران علينا كل واحد تعبان علينا هنوصله هنعمل الهاشتاج وهنشارك فيه ونشارك فيه أعمالنا يا رب إن شاء الله يكون دخلة رمضان دي علينا بالخير وتتزحل الغمة عن الأمة إن شاء الله نبارك للناس والمغاربة كلهم العواشر ونقول لهم كل عام وإنتم بخير وإن شاء الله ورد يكون فيه مخركة وصفوف وحلويات مغربية اللي تعودنا عليها والأزمة إن شاء الله مش هتأثر علينا بأمر اللي دي محنا وإن شاء الله نحن قدرون